موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة سارا فاميلي كيف ديري اللبس عليكم كانت مني يارب تكونوا كاملين بخير وعلا خير وصحة جيدة اليوم ارجعت لكم فيديو جديد مختلف كيف تشوفوا معي وصفة جديدة وصفة ليشوصون بواحد العاجل بنات بزف بزف ستعتمدوه او اعجبكم اكيد بواحد الحشوة الديدة كذلك الصراحة هاد ليشوصون خطيرين وشكل ديالهم انا هنا استعملت جوج الاشكال كيف تشوفوا معي نجوز المقادر وطريقة التحضر سنحتاج الـ 500 جرام ديال الدقيق واحد المعلقة ديال الخل ومعلقة صغيرة ديال الملحة كيف تشوفوا معي وكأس الا ربع ديال الزيت وكأس وربع ماء وغادي ننضيف واحد ربع معلقة او نس معلقة صغيرة ديال ابزار كيف تشوفوا معي كيف تشوفوا معي ديال 8 جرام سنستعملها كاملة كيف تشوفوا معي ومن بعد غادي نضيف الزيت والخل وغادي نضيف الماء باش غادي نعجل العجين ديالي كيف تشوفوا معي سوف نضيفه ونقوموا بشوفه ونقسمه على الجوج ونضيفه بالبلاستيك الغذائي ونجعله يرتح بينما وجدنا الحشوات اللي سنحتاجها لشوصون او الفطائر سوف نستخدم المكونات سوف نستخدم المكونات سوف نقوم بها 1 جوج مع القكبار و الزيت الزيتون و البصيلة نضيف لها الملح والإبزار هنا أنا أردت كوكوت الحريرة الحمرة لنضيفها مع هذا الشوصن كيف ترون معي في الفيديو هنا تصويره بصراحة هاد الشوصن يأتي غزالين بساف يأتي غزالين بساف يأتي غزالين بهادك العجين والحشوة كذلك هنا كيف تشوفوا معي ضفط مع القديل الزبدة كتعطيها كتعطي لهاد الحشوة واحد اللدة و ضفط كذلك الفلفو الألوان الكيمياء اللي بغيته كيف من طبيعة الحال و غادي نضيف سدر الدجاج اللي أسبق لي يرقته في شوية ديال الزيت و شوية الخل والقصبور مع دنس واحد تغييص صغير ديال التومة محكوكة و ضفط التوابل إبزار اللي مرح سكنجبيل الخرقوم و شوية الكامون و شوية ديال فلفو الأحمر فقط على الشي اللي ضفط له و شوية كذلك القصبور يابس و خليته يرقت عندي قبل ما نوجد الحشو حساتين تقريبا بشكي جينا شارب التوابل و هنا كيف كتشوفوا معي راني ضفطه على البصلة و الفلفلة و ورق سيدنا موسى كذلك و اخذت الشعرية الصينية ديالي ضفتها قدرتها في واحد الكاسرول كيف كتشوفوا معي و ضفت لها ديك الضامة ديال آآ الدجاج باش قطعتها واحد نسماء كاتجي من السماء والديدة هنا كيف كتشوفوا معي راني ضفت الفلفو الأحمر و ضفت لي شومبينيون هذه الحشوة صدقوني كاتجي لديدة بزاف ترجمة نانسي قنقر موسيقى بعد ما كيتشحر عندنا اتجاج شوية نضيف القصبور والمعدنس و نضيف واحدة المعالق كبار او ربعة ديال المعالق ديال المرق اللي طيبنا فيه ديك الشعرية الصينية مع ضما ديالي بنا كيف كتشوفوا معي و نخليه الدجاج ديالنا يكمل طياب دياله من بعد ما يشرب عندنا كيف كتشوفوا غادي نضيف ديك الشعرية الصينية اللي سقطرناها او صفينها باش هاك كتدخل لنا توابل فيها و كتنسم تهييم زيان كنشحروها واحد شوية و نضيفوا عليها البوطة و ندوز معاكم باش نكملوا الإضافات لهادي الحشوة هادي غا نضيفوا واحد تقريبا واحد معالقة كبيرة ديال السوس و غادي نضيفوا الجوب المحكوك هاد الجوب المختياري و نخلطوا الكل و نخليوا الحشوة ديالنا تبرت جانبا بين ما وجدنا العجين ديالنا ديال هاد لي شوصون شكيلة اللي بغيتو بطبيعة الحال أنا هنا غادي نخدم معاكم محجوش كيلة اللي ساهلين بزاف و يجيو خزالين في المنظر و راقيين و يشهيو و هنا تلقت معاكم واحد الكورة من هادوك الكوويرات كنطلقوها مزيان بالمدلك و نضيفوا الدقيق باش هكما كيلسقش لنا العجين ديالنا في الخامة و نحاولو نطلقوها مزيان باش يجونا هاد لي شوصون مورقين ما نخليوش العجين ديالنا غلض نحاولو نورقوه بهاد الشكل و غادي ناخدو شي قطعة او اي حاجة عندكم قد استعملوها دوائر بحلاكة حاجم اللي بغيتو مطبيعة الحال هنا غادي نشكل معاكم الشكل الاول غادي ناخدو واحد دائرة غنضفو لها واحد شوية ديال الحشوة بالوسط و غادي نحاولو نجمعوها بالاصابع ديالنا بهاد الشكل و نضغطو عليها مزيان باش هكا كتلسق عندنا و ما كتتفتحش نحاولو نضغطو بالاصابع ديالنا مزيان كيف كتشوفو معايا يمكن لكم تستعملو شوية ديال الماء باش هكا كيلسقو لنا دوك الاطراف و ما كيتفتحوش نهائيا كيف كتشوفو كنضغطو مزيان بالاصابع ديالنا باش كنقدرو باش كنقدرو نشكلو هاد الشكل الاول و كنجمعوه بهاد الطريقة بهاد الشكل هادا راي ساهل البنات و كيجي في المنظر ديالو كيشهو كيجي زوين شكل ديالو صراحة هاد العاجين صدقوني راي كيجي غزال كيجي مقرمش كيجي مورق كيجي ناجح و ساهل ما فيش مكونات لي معاقدين مكونات بساط كيجي خرج لنا واحد العاجين اللي رايع هادا هو الشكل الاول كيف كتشوفو راه ساهل نجوز معاكم الوحده اخرى الشكل معاكم وحده اخرى كنجمعوه بطابعة لحال الاطراف مزيان باش ما كيتفتحوش معانا مكلكم لطفو شوية ديال الما مزيان هادا شكل هادا راه ساهل و كيجي كيب قلت لكم ف المنظر زوين كنضغطو بالاصابيع ديالنا كنحاولو نرققو هادو كل اطراف باش نستحكمو فيهم في الشكل ديالهم و كنمشيو بهادا الطريقة هادا كننكملو هادا الشكل هادا هادا نكملو هادا هادا الشكل هادا اشتركوا في القناة ايدي المنظر جلال جلال و كنسل ما كنته سوف أقوم بالطبع من المنظر نضيف الحجوة ونضيف فوق من الدائرة ونستعمل فورشيت لكي يعطينا الشكل جميل في الحواف بهذا الشكل نغطسها في الدقيق لكي لا تلسق لنا في العجين ونشكلها بهذا الشكل كيف تشوفوا معي من بعد سنأخذ القطعة أو هذه الدائرة اللي قطعت بها هذه الدوائر هادو سنقطع بها كذلك هذا الشكل لكي يتقعد عندنا ويجينا مقعد في الجوانب ديالو ونحيد الزوائد هادو الشكل هادو الشكل بصراحة هادو الشكل هادو الشكل كي يجيو غزالين في المنظر صافي هنا البنات مبعد ما كنسالي هادو الشوصون ديالي كنكون موجدة واحد اللطة فيها ورقة زبدة كنستفهم فيها وكندهنهم بشوية ديال آآ الصوجة مع صفر ديال البرض وكنزينهم بأي نوع ديال الزرار عم تواجدة عندكم انا هنا زينتهم بالزنجلان وبدو الخشخش هادو الشكل وكندخلهم الفرن على درجة الحرارة 180 بعد ما كيطيبوا عندنا كنخرجوهم ونقدموهم بصحة والراحة كيجيو الدادينا اللي بناتجربوهم غادي يعجبوكم اكيد شكل ديالهم رائع كيف كتشوفوا معايا وكذلك المداق ديالهم غزال وبنان صراحة شي حاجة اللي هي زوينة بزاف وهنا كيف كتشوفوا رفقتهم بالحريرة المغربية ديالنا الحريرة الحامضة تهيجات الديدة ديال هادو البرد وديال هادو الجو كنتمنا لفيديو ديال اليوم انا الاعجابكم مكونات هادو الشوصون او المقادير غدا نخليهم لكم في صندوق الوصف انتقوا في فيديو جديد ان شاء الله خليتكم في امان الله الى اللقاء